مرحبا عزيزي المشاهدين رجعنا لكم حلقة جديدة من برنامج رموز واليوم رح نحتفي وياكم بمرور 6772 عام على رأس السنة الأشورية البابلية أكيتو تعالوا ويانا نحتفي بطريقة خاصة مع الطراز والمصمم ستيف أساتي كونوا ويانا طبعا بالبداية أهلا وسهلا بكم حتى لو كنا فول مشغولين فلازم نعفلكم فتوقت مجال حتى ننطع شوية معلومات على هذه الأزياء ونحب أن نستجيهنا ونشوف أنه سننسوي ونشتغل اليوم ده حظر بدلة أشورية بس على الطراز القديم البحث الأقماش مغزول ومنسوج يدوي والشغل كل التطريز ده يكون يدوي واني بإيدي ده أسويهم فهذه البدلة يعني كل اشتعبنا عليها فباقينا أيام قليلة لازم تجهز حتى أن ننبسها اللي هيكي أيام حلو عندي سؤال كل مهم هو ليش الزياء الأشورية أو حتى الزياء السهل نينوم كل قليل اللي يعني يخيطوها ويطرزوها وليش هي موتجارية يعني ماذا نشوف بالأسواق معروضة أو للبيع يعني اللي يبيعون ويطرزون كل شي ينعدون على الأصابع الناس اللي تشتغل بهاي الأزياء تقريبا انقرضت ما نقدر نقرض مئة بالمئة بعد أكون نازة تشتغلها بس موضوحها جدا مكلف وكل اشتعب ومو كل واحد يدبرها يشتغلها لأن كل قطعة نقض عليها أشهر طويلة وأيام طويلة حتى نقدر نخلصها لأن كل الشغل يكون بها يدوي اللي أقميشة كلها يدوية والتطريط كلها يكون يدوي أكو هسا أشياء صارت يجيبوها من خارج العراق لأنه أخذوا عليها كوبي بيس لتشتغلوها لكن لا تبقى بقيمتها ومعنويتها القديمة الأصلية أنا واحد من الناس اللي داعي حافظ على المهن والحرف اليدوية يعني أنه الساج يشتغلون للقماش نحن نشتغل على الطريقة القديمة تشوفين الملابس بهذا الشكل تكون أحلى وأرتب وتحت تنطي قيمة الملابس تنطي نكهة التراث القديم أكيد تمام أنت عندك أكيد تحديث مسوي يعني هو أعرف أنه أمور ما يصير تغيرها بالزي لكن أكيد لك بصمة أو تحديثات تصير شوي أكيد نحن بكل زي أصول وأكو أساسيات نحن هذا محافظين عليه أو نقدر نقول هذا المتوارث ما لجدودنا فنحن نحاول نحافظ عليه أنه يبقى كل زي مثل ما هو بس أكو لمساتنا بالشغل كطريقة تطريز ألوان التي نختارها بالخيوط القياسات ما للقطع نحن نتلاعب بها نسويها أكثر تلائم جسم الزبون أوكي يعني أكو أمور نقدر نغيرها نحن مني بنحط لها فدلمسة أجمل بس أنا واحد من الناس اللي دعا أحافظ على خامات القديمة بالاستعمال موديلات القطع اللي دعا نخيطها فصالهم خياطتهم أحاول أنه دائما تكون نفس القديمة 100% زين حضرتك شون تميز بين يعني هي هواية أزياء وكل قرية لها زيها الخاص يعني النساء ورجال صحيح حضرتك شون صار عندك المام في هذا الموضوع وشون تقدر تميزها وهل أنت عندك يعني حاليا مثلا من كل زي الموضوع يمي أني كان بالبداية الأمر أنه كهواية أنه أنا أحب أجمع أزياء فقدرت أتنقل بهواية قرى وأعاشر هواية ناس أكبار بالعمر يلبسون هذا الزي اتعلمت من عدهم أنه طريقة لللبس طريقة الشغول مالته وقدرت أجمع قطع قديمة أصلية من عدهم فعلى ضوءها بلشت أني أبدأ بمشروعي بالبداية طبعا ما كان عندي مبيعات أنه كانت مجرد هواية وأرد بقيها بالبيت أنه قطع ألنا للبيت أنه بس أنا أحب أن يكون عندي أزياء قديمة بعدين من بعد اللي صار بالموصل والنزوح اللي صار عن كاوا الناس اللي تفاوتت على عن كاوا يعني صارت تعرفين بعد مرور أيام و سنين و أشهر صار أكو مناسبات تصير يحتاجون هاي الملابس هم طلعوا بدون شيء وياهم فشفت الناس صاروا يحبون هاي الشغلة يجون عليها ستيف شغلك حلو ستيف محتاجين الزي فبلشت شوية شوية ويهم ويهم شو بعدين شفت أنه لازم صار أشتغلوا هواية و أكثروا الشغل لأن الناس كل شو حبوا هذا الزي أحبا على احتفالات الأكيد و أكيد يصير طلب أكثر طبعا أكيد 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 فأنت يعني شون تلحك شون تترتب أمورك طبعاً، نحن نقوم بتنظار قبل أشهر، فقدرنا نجهز خاصةً بالزير الرجالي والنسائي العاشوري قدرنا عمل عدد كبير لهم، الحمد لله، قدرنا أن ننطي كل الزبائن مالتنا ملابسهم، وكلهم كانوا مفرحانين بها كمشان، زين، أنا لابسة زيل عاشوري، لكنني لبستها بعفوية، يعني لا أعرف هم الأحمر، ما اللبسية، الألوان البقية، ما اللبسية؟ طبعاً، الملابس قبل لم يكنوا يلبسوها عفوية، ليس مثل هذا، صار كل واحد يلبس اللون الذي يحب العمر، المناسبة، والوقت هذه الثلاثة عناصر تفوت باختيار الملابس، يعني المرة شبيرة قبل لم تكن تلبس الأحمر، الأزرق، الألوان الصيفية أو الفرحانة، تلبس ألوان تلائم عمرها، تلائم غامقة، تلائم عمرها، تلائم المناسبة التي تذهب عليها إنما البنات الصغارة التي أصغر منها عمرها كانوا يلبسون مثلاً، هذه الأيام الألوان التي تلبس أحمر، أخضر، فرتقالي، البنفسجي، الخمريات، هذه الألوان تلبسها سوى كده بما أنه ورد نيسان، وما ورد نيسان يخرج، فدائماً كانوا البنات يتميزون باللون الأحمر حلو، وهذه الريشة التي نسميها طرخة؟ طرخة، طرخة يوجد نوعين، يوجد ريش يضعها في فوق، والطرخة دائماً كانت تصير هنا بهذا الجنب نعم، أسفل البوشية، الطرخة هي قصة، ليس يأتي وخليها، الطرخة كانت أم الولد، يوم عرس ابنها، تشيل الطرخة بإيدها، إن كانت كغصن فد نبتة معينة أو فدريشة حلوة، تمام؟ تكون تفتر بين المعازيم، البنية التي تكون كل جيدة، وتكون ملابسها كل جيدة وراقة، يجعلون الطرخة إلها، كرمز، تختار واحدة حلوة بالعرس، أجمل واحدة بالعرس، طبعاً أكيد، تمام، معلومات كل جيدة، لديك قطعة محافظة عليها من بعد مرور، أقدم قطعة نقدر نقول؟ لدي، لدي بالملابس الآشورية لدي قطعة أسياء مصنوعة في وقت الإنجليز في الحبانية، موجودة يمي، سار له كم سنة تقريباً؟ تقريباً ستوصل إلى المية أو عبرة المية، إذا طلع تاريخها مظبوط نقدر، لكن تعرفين، الملابس من ذلك الوقت صارت متوارثة، لدينا السنة المفبوطة التي نصنعت بها، لكن لدينا الحقبة الزمنية معالتها، أنه بوقت ما كان هناك أشورين في الحبانية، القطعة منسوجة بالإيد، مغزولة بالإيد، مطرزة ومخيطة بالإيد، هذه هي قطعة قديمة، قدرنا نطلعها من كارمليس، تمام؟ كانت بداية الموضوع أن نريد أن نصلحها، لكن لا نستطيع أن نصلحها، لأن أضرارها صارت كل شيء كثيراً، فنجدنا أن نذهب كثيراً أماكن، حتى نستطيع هذه الفراغات لا نستطيعنا، لكن الحمد لله، قدرنا نقوم بإمكانها، قدرنا نقعد يمناس ينسجون، يدوي، نعلمهم الطريقة، ونرتب لهم الألوان، هم، سونا النسج، طبعاً القماش هذا، هذا منسوج بالإيد، ونحن رجعنا، اشتغلنا عليه، الشغل كله يدوي، وعندنا قطعهم قدرنا نحافظ عليها، من بعد الذي صار تلف داعش بالموصل، قدرنا نحافظ عليها، أن نسحبها منك من بعد التحرير، طبعاً بموافقة الأهالي، هم الأكل التي تبرع بها، أكل التي اشتريناها من عنده، فقدرنا نرجع مرة ثانية، نعيد بها من الصفر، ونطلع كوبي بيست عليها، ممتاز، يعني الطلب يصير على كل الأزياء، لو أكو أزياء الطلب عليها أكثر من البقية، يعني؟ أوكي، بالنسبة لهذا الموضوع، أنا أشوف أكو طلب على كل الأزياء، لأنني لم أتخصص بموديل واحد، لأننا عادة متعلمين، كل قرية تعمل كمالتها، أنا قدما صار عندي شغف بالأزياء، وأحب هذا الموضوع، فأتعلمت كل أنواع الملابس، ما أطرزها، ما أخيطها، ما أفصلها، يعني أنا أشوف دائماً أنه أكو طلب على الملابس، لأنني لا أشتغل مثلاً مثل آشوري، أو مثل لقرية معينة، أنا أشتغل من الجبل إلى الوادي، والطلب موجود؟ الطلب موجود، أكيد على كلها، ولكن أكيد كل شخص حسب مناسباته، حسب جايتهم للعراق، لأن هذه الملابس أكثر تخرج إلى الخارج، فدائماً يوجد أشخاص يأتي، فكل شخص يطلب على حسب ما يريد، صحيح، كيف أشوري ينبس أكثر شيء بالمناسبات، خاصة الأعراس؟ نعم، هل يصبح نسائي ورجالي ينبسون؟ الأعداد باللبس أكيد، الأشوري ينبس أكثر من الكل، لأننا قدرنا الآن مرة ثانية، لقد قلت لك أن نشتغل، نوفر ملابس، فتحنا أبواب، ليس شرط إلا أحد يمكن أن يشتري زيت، تقدرون اليوم أنت تأجرون زيت، وتخرجون، فوق هذا، نفعل أشياء ثانية، حتى أن الناس ترغب، أنه الذي لا يعرف ينبس أكثر، أو يسجد البوشية، يأتي أمي، نحن نرتب، وإذا كان عدده هواية بعرس، أنا أذهب إلى الملابس، أرتبهم، أرتبهم، يعني، على آخر حباية، تمام، وبعدين هم يفوتون إلى هذا، أكيد، ليس كل الناس، يعني، البوشية، القديمات يعرفوها، لأن هذا كان ملبس يومي، صح، فماكو مرة تعرف الشذها، بس لي حجم البوشية، والبنات ما عندهم خبرة بيها، ليس كل واحدة تعرف الشذها، وأكو شدة عن شدة تختلف، أريدك تحكي لنا عن هذا، اللي هو اسمه شرغت، بالعربي، نقدر نقول شرغت، أعتقد هذا بسهل نينوين، هذا بسهل نينوين، اللي قدرنا نحصلها من بعد التحرير، طبعا، احنا هاي الطاسة، وهذه الأحجار الكريمة اللي موجودة، وهذا الخط الأول من الفلوس، هذا الفضة الأصلي القديم، هذا لأن العدد مكان كامل، كان مسروغ، قدرنا نكملها بفلوس معدن، تمام، حتى نرجع بس نرجع الهيكلية، والشكل مالته، هذا بي قصة، هذا نساعي، هذا البنت بقرية كرمليس تحديدة، تمام، قبل أرسها، ما تلبس هذا الشيء، تلبس شفية عادية، يوم العرس، تمام، يجمع لها هذه الفلوس، وهذه الأشياء، طبعا، كلما زادت هذا الموضوع، زادت على الرأس، يبين أنها تقدم لها مهر هواية، وهي من طبقة راقية بالقرية، فمن يوم عرسها، الصبح، تلبس هذه الشدة على رأسها، هذه طبعا، كلها تركيب، كلها شغول يدوي، يشد هذه على رأسها، وتظل لابستها طول العمر، تتحول من بنت، إلى أمرأة، إلى متزوجة، زادت، نريد، تتحدث هنا، نحن عرفنا لذي الرجالي، كانت اللبس أيضا مثل شيع الرأس، شفقة، أو شفقة، وفيها ألوان، صحيح، الشفقة الرجالية، طبعا بالعربي، يقال لها شفقة، ولكن هي كسيثة، ينقال لها بالسرة، صحيح، يوجد لها نوعين، لحة فترة زمنية معينة، كانوا يلبسوها لون الأبيض، أو الأوفويت، بعدين من كثرة الحروب، وكثرة الحزن، انصبغت، صاروا يلبسوها أسود، ولكنني عندي، الحمد لله، القطعتين، عندي البيضة، هذه هي، لا أرى منها قليلة، نعم، هذه جدا قليلة، هذه قبل تقريبا تقريبا 1940 أو 1930، كانوا يلبسوها، بيضة، طبعا أشكال كانوا أكبر، والذي أصغر، على حسب كل واحد، رأسه، أو ما يلبسوها، هذه مصنوعة من وبر، فهي كوش ثخينة، الريش هي جاهة وملوكة، كشخص، وقبل ما كانوا يستعملون هذا الريش، كان هو الشاب يطلع على الصيد، ما هو نوع الطيور الذي يصيدها، يشيل مرنها الريش، يجعلها نانا، حتى يبين نفسه أنه صياد قوي، طبعا، فهذه البيضة، الموجودة، القديمة، وأدنى، هنا، هذه الشفقات، والسود، التي نلبسها بالفترة الأخيرة، هذه هي، طبعا، هذه المتداوعة أكثر، نفس الطريقة الصنع، ونفس المادة، نحن نرى عندك، يعني، زين لقائنا، بعض موجودة، كم قطعة، فريد تتحدث عنها، زين الرجالي، الذي هو هذا، ما هو أسماء، مثلا، ما هو أسماء، أو أسماء بعضها، القديمة، أكيد، طبعا، طبعا، أكيد، هنا طبعا، هو زين آشوري نسائي، نحن بعد نحافظين على ديكورة وفصالة، لكن، ما قلت لكم قبل، نغير الخامات مالتها، حتى أن نصير مواكبين الأشياء العصرية، والناس لا يضوجون منها، هذه القطعة الثانية، هذه في اللهجة، في القرى التي يلبسوها، يقولون لها شقتة، يعني هي صاية، أو زبون بالعربي، لكن في السورة، يقولون لها شقتة، تمام؟ هذه القطعة الثالثة هنا، هذه قطعة، قبل، كانوا يلبسوها للزين آشوري، لم يكن هناك شخص يخرج إذا لم يلبسها، خاصة أيام البرد، وأيام المكان يخرجون للحرب، أو يحدث الهجم عليهم، مثل درع، هذه القطعة كلها تخينة، وقوية، فهي كانوا يلبسوها أيام لتصير عندهم حروب، أو مثلاً يصير عندهم مشكلة شبيرة، يلبسوها خوفاً من الأسلحة التي يضربون بها، لأن قبل كانت دائماً نزاعاتهم تصير بالخناجر، فهي بها متانة أن الخنجر لا يفوت بها تخينة، فخينة، ما اسم هذه القطعة؟ تشوخة، تشوخة، هذه على حسب اللفظة الآشورية القديمة، المتوارثة، أقدر أعرف أنه لحد الآن، كل هذه الفترة التي تعمل، كيف أنجزت مثلاً عندك ببالك، فالرقم تعرف كم أنجزت من الأزياء؟ نحن كأزياء، كلها غطيناها، خاصة الأزياء المسيحية، دعونا نحطها بين قوسين، لن نركز على هذا الموضوع، كل القرى، كل الموديلات، لا أصبح لدي أي موديل، وبالنسبة للعدد، إذا نحسبها اليوم، بالورقة والقلم، أحضر بهم أكثر من 500 قطعة، لأننا الأزياء ليست قطعة واحدة، مجموعة قطعة، خاصة في القرى، كل ذلك يعادل تقريباً إلى 8 أو 9 قطعة، لدينا الكثير من خارج العراق، على التليفون أو يأتيون إلى العراق، نستطيع أن نجهزهم، كل شيء كامل، وأخذوها وياهم، فإننا نحسب الأزياء التي نعملها، وصلنا إلى عدد ما شاء الله، لا نستطيع أن نذكرها، حتى لا تبقى العين المفتوحة علينا، أكيد. أكيد، ما هي التحديثات الجديدة التي أدخلتها، نحن نتحدث عن التحديثات، لكننا لم نركزنا على التفاصيل، ما هي أدخلت؟ الفصة التراث، أو اللغة الأشورية، أو أي شيء؟ دخلنا الكثير من التحديثات على الملابس، والحلو أن نرى أن شبابنا وبناتنا يحبون هذه التحديثات، أكيد، نحافظ على القديم، حتى تبقى اللمسة الفلكلورية موجودة، بالنسبة لطرق التطريز، والأشياء التي تطرز دائماً بالملابس، قدرنا نحدث بها قليلاً، فوتنا مثلاً، نحن دائماً نعرف البدلات، أنه يجب أن تكون بها صليب، أو علامة الزائد، لأن قبل كانوا يلبسونها، لا يعرفون ماذا يرسمونه صليب، يقومون علامة الزائد، يرمز للمسيحية، اليوم، ليس فقط، نفوت نقشات من بوابة أشتار، من القصور الأشورية، الأحرف، دعونا نقول السريانية، أو المسيحية، كلها، قدرنا ندخلها، كلمات، نقدر نقولها؟ ما هو رؤيتك المستقبلية لهذا المشروع؟ ما ترى، أين ستوصل، ما هو طموح؟ الطموح، أكيد أن نصل إلى عدد أكثر من الملابس التي لدينا، طبعاً، نحن لدينا عدد هائل في البيت، لكن اليوم، الحمد لله، قدرنا أن كلها نطيهن الناس حتى بعد كم يوم، نغطي الاحتفال، نحب أن نجمع أكثر، ونشتغل أكثر، ونكبر الفريقة، تمام، أنا أشكرك، يا أهلاً وسهلاً، من موقتك، شكراً جزيلاً، لا، بالعكس، شرفت هنا أكيد، وكليش فرحنا أن أنت جيت اليوم يمنى لابتة زيت، يا أهلاً وسهلاً، وبهذا نكون أنهينا حلقتنا لهذا اليوم بشكل مختصر، أكيد هناك قصص كثيرة، لكن اختزلناها بهذه الحلقة، أتمنى لكم كيتو مبارك، وأيامكم سعادة وأفراح، تحياتي.